وبالعودة إلى الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة وفي إطار هذا الاحتفال باليوم العالمي فلقد نظمت اللجنة التنظيمية للاحتفالات بالجمعية الوطنية مأدوبة غداء حضرها بعض من الشخصيات النساء البرلمانيات وغيرهن من النساء العاملات بالجمعية الوطنية وبعيد مشاركتهن بقليل في الهفلية الجامعة الذي أقيمه بميدان الأمة لعنجمينا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة فقد التقينا بمقر البرلمان بهدف إخثم فعاليات مؤتمرهن للنقاش الذي أقيمه على مدى أسبوع كامل تحت مواضع تتعلق بأهداف التنمية المستدامة والصحة الجيدة والرفاهية هذا بالإضافة إلى بلوغ المساواة بين الجنسين واستغلالية جميع النساء والفتياد هذا ورغم الجهود التي بذلت من قبل الحكومة ومختلف شركائها في مجالات تطوير المرأة الجادية فقط طالبت السيدة كوماتيف لورو رئيسة اللجنة التنظيمية لنشاطات هذا الأسبوع بداخل البرلمان طالبت بعيدات استراتيجيات متعددة القطاعات تأخذ بين الاعتبار أهمية دور المرأة ومطء نهاية للتبعية الاجتماعية للنساء والفتياد وضمان أكثر من المساواة بين الجنسين النائبها البرلمانية فاطمة تشومبي التي مثلت رئيس الجميع الوطنية خلال هذا الحفل فقد أكدت لهن بأنها سترفع جميع المطالب التي تقدمنا بها إلى الرئيس الجميع الوطنية كي تطبق على عرض الواقع وبصورة سريعة توجه الحفل بإهداء هذه اللوحة التي تحمل معاناة المرأة إلى رئيس الجميع الوطنية